اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وانشأنا بعض الفاميلي ام بليس زي العمود اللي هو الرجل ده او الشكل ده والعمود اللي هو الارق وكنت قلت للناس اني لو حد حابب يتواصل معايا ويقولي الاعمدة دي ازاي حننهيها في باقية الادوار خلونا نبدأ على طول الدرس بتاعنا اللي هو الخاص بالفلور اللي هو الايكونة دي اللي في البن البلد بسيط جدا وسهل ولكن خلونا ننهي الجزئية الخاصة بالمحاضرة السابقة لو انا عايز اقرر الاعمدة دي في الدور اللي فوق واعمل اعمدة رقاب يعني ايه الاعمدة الرقاب يعني الاعمدة اللي هي بتبقى فوق الاساسات اعمدة بيكون ارتفاحها صغير هتتحسب ارتفاحها من وجه اللبشة لغاية الدور الارضي طيب علشان اعمل الكلام ده محدش اتواصل معايا ولا قالي بس ما فيش مشاكل خليني اوضحها هعمل سيليكت على كل الاعمدة اللي انا انشأتها سابقا وهاختار الامر اللي هو copy to clipboard بعد كده هلاقي paste دي فتحت هفتح السهم المنسادل واختار تاني امر فبيظهر لي ويندو بسيط كده انا هقول له الاعمدة دي انا عاوزها تبقى فيه الدور الاول فانا هاختار من المجموعة دي او من الويندو اللي ظاهر ده دور السطح هعمل سيليكت عليه طيب وعلشان انشئ الكلام ده بطريقة سريعة انا عايز نفس الاعمدة دي هتكون في الدور اللي هو تحت الدور الارضي يعني معناها هيكون الاعمدة اللي هي الرقاب دي من وش المسلحة زي ما انا قلت لحضراتكم لغاية الدور الارضي فانا بعد ما عملت سيليكت على الدور الارض على دور السطح هنا هدوس من الكيبورد كنترول هفضل دايس عليه وهاختار الدور الارضي معايا طيب انا لما عملت سيليكت على الاتنين دولارة ولو قلت اوكي هتلاقي الاعمدة دي اتناسخت هنا في الدور الاول واتناسخت هنا تحت بس بطريقة ديبث لو انتوا فاكرين انا لما جيت انشئ الاعمدة دي قلتلكم فيه طريقتين يا اما تصبها من تحت الفوق فهتختار من الابشن هنا الهايتس او يا اما لو عايز تنشئها من فوق لتحت تختار ديبث فطالما انا هعمل كوبي ليها في الدورين يعني في الدور اللي هو ده والركاب فهتنشئ عن طريق ديبث بعد ما عملت تنشيط على الاتنين دول هقول له اوكي هو كده عمل لي الاعمدة او عمل لها نسخ في الدور الاول بما ان نفس الارتفاع في الدور الارضي والركاب بتاعتي انا عايزها كده بالظبط عايز الرقبة تكون من وش المسلحة اللي مش المسلحة لغاية الدور الارضي بس ارتفاعها ده زيادة قوي علشان نقدر نكمل الدرس بتاعنا الدرس بتاعنا اللي هو هيبقى فيه البانيل بيلد اللي هي اسمها آآ آسف هيبقى الامر بتاعنا اللي هو فلور اللي هو فيه البانيل اللي اسمها بيلد او ممكن برضو تفتح هتلاقي هنا حاجة تخص الفلور اهي سواء كانت فلور ارضية معماري زي البلطات والسراميك والرخام او كانت ارضية انشائي طيب علشان نقدر ننفذ الامر او نشرح الدرس بتاعنا ده خلينا ننهي القصة برضو بتاعت الاعمدة زي ما نسخناهم كده وخلصنا منهم خالص في المشروع ولو توجهنا للمسكت الخاص بالدور الارضي انا حضراتكم خفيت الاعمدة شوية كانت الاعمدة زيادة خليت الاعمدة على الاركان يعني فرضنا ان الغرفة دي بالحمام عمود هنا وعمود هنا وهكذا كان فيه اعمدة زيادة شلتها اللي اسبان ده مش كبير قوي اربع متر الراجل الانشائي لو كمل حيخلي الكطاع دوت يناسب المساحات دي وكذلك لو رحت فتحت الدور الارضي لو رحت فتحت الدور الاول اهل اعمدة هي عشان انا اعمل سلكت هنا على بعض الدور الاعمدة بتاعت الدور الاول لو رحت الدور الاول هتلاقي الاعمدة تنسخة فيه اعمدة هتكمل معايا وفيه اعمدة هتتوقف زي العمود ده مثلا العمود الدائري اللي في الدور الارضي هيكمل معايا هنا في الدور الاول ولكن العمودين دولت هيتلغوا لان دول مجرد شيء جمالي كده وهيبقوا في الدور الاول بس علشان يبقوا كلاسيك ودولت ممكن يكملوا معايا او ممكن نلغيهم وايه تاني العمود اللي هو الارك شكله كده هنعمل تعديل في الحتة دي وهيبقى فيه شغل كتير ما علينا طيب احنا دلوقتي تخلصنا او خلصنا من نسخ الاعمدة طيب عايزة ازبط بقى الركوب خلاص اعمدة الدور الاول دي خلاص انا كده راضي عنها ولما بقى اروح افتح الدور الاول هشوف الاعمدة اللي مش عايزة طيب الاعمدة بقى الخاصة اللي في الدور الارض دي او اللي هي تحت الدور الارض دي انا عايزة خليها رقبة عايزة تبدأ من المنسوب اللي هو اسمه واجه اللي بشة لغاية الدور الارض وقلت للناس تتواصل معايا علشان نشوفها نعملها ازاي طيب بكل بساطة انا هروح افتح الدور اللي هو بيخليني اشوف الاعمدة دي او افتح المنسوب هتوجه ليه منسوب الدور او منسوب التأسيس ممكن اشتغل من هنا طيب لو انتو فاكرين حضراتكم انا عملت تقريبا اربعة او خمسة نموذج او النموذج اللي هو ده مثلا العمود اللي انا عملت عليه سلكت ده النموذج ده سي واحد اللي هو القطر بتاعه بيساوي خمسين انا عايزة اعمل تحديد لكل الاعمدة اللي هي دي خلينا نقفل الدور الاول والدور الارضي وخلينا نعمل تايل للفيو علشان نبقى شايفين هنعمل ايه طيب وخلينا نوسع دي شوية عشان نشوف هنصبط الاعمدة ازاي وركزوا معايا في الحتة دي عشان هتفتكوا جدا هي دي نمزجة البناء انا الفيو اللي هو بتاع منسوب التأسيس ده سلكت على العمود ده وهضغط كليك يمين واختار من هنا حاجة اسمها سلكت اول انستانس وهاختار فيزيبول ان فيو فهو عملي تحديد لكل النوع بتاع العمود ده في الفيو اللي اسمه منسوب التأسيس ولو عينك خدت بالها هتلاقي العمود اتنشط هنا طيب هنبدأ بقى نعدل في البربرتيس بالت من حيث اخلي العمود ده مش عمود كامل هخليه رقبة هقول له هنا ايه انا عايز العمود بتاعي ده بما انه depth يعني اختار من هنا الدور الارضي افتح السهم المتسادل اقول الدور الارضي طيب وهقول له top level بتاعه هختار من هنا اقول له منسوب وجه المسلحة تمام هطلع عند الرقم اللي هو سالب متر ده واخليه صفر واقول له apply واخرق بر لو انتم مركزين العمود متنشط اهو هو بدأ من منسوب وجه اللفشة لغاية الدور الارضي ده للنموذج اللي اسمه c1 طيب النموذج اللي هو c2 اللي هو ده اعمل عليه select اللي هو c2 اللي هو الكتر بتاعه 30 اضغط click key اختار نفس الامر select all instance visible in view لو قلت in project يبقى انا اختار كل الاعمدة فا اصغرها يعني لو اخترت الاختيار project لا كل الاعمدة اللي في المشروع كله نفس النموذج ده هي اللي هيحصل لها تعديل لا انا عايز بس اللي في ال view ده فانا اختار visible in view فعمل عليهم تنشيط هما اربعة فعلا هقول العمود بتاعي من الدور الارضي لغاية من سوب وجه اللبشة وإلغي الرقم ده زي ما قلتلكم هو ليه حاطة سالب واحد لان اعتبر لما عملت عملية نسخة للاعمدة دي اعتبرها انها dips وليس هاي وهخلي ده صفر واخرق بر تعالوا كده نبص اهو الاعمدة انا خلتها كده رقاب طيب هتفهموا الموضوع اكتر لو جينا نختار العمود ده مثلا select عليه ان العمود ده نموذج C3 اول حاجة هنشط على كله select all instance in view فبيقول لي انا عملت select على 9 اعمدة زوم قاوت كده هعدل البيانات بتاعتها اختار من هنا الدور الارضي واختار من هنا المنسوب اللي انا عايزه واجه اللبشة واشيل ده صفر واخرق بره بصوا الاعمدات عدلت وهكذا العمود اللي بعد كده اللي هو اربعة سي اربعة تقريبا ده هو ده فعلا اضغط كلك يمين اختار select instance in view واعدل من هنا انا بكرر الكلام ده عشان تبقوا حافظينه من الدور الارضي لغاية واجه اللبشة وده اخلي بزيره واخرق بره الاعمدة بتتعدل كلها طيب يتبقى عندنا العمود اللي صنعناه in place لو انتو حضراتكم فاكرين فاكرين العمود ده اللي هو خليناه model in place ولو رحت هنا اتأكد من modify بس عشان فيه tabs كتير ده العمود اللي خليناه in place اللي سميناه رجل تمام كده طيب العمود ده بكل بساطة ممكن اختار امر online واجه هنا العمود ده انا عايزه ينتهي عند الاكس ده او ال grades ده او levels ده دلوقتي لو حضراتكم مركزين الاعمدة اللي هي سميناها record وظبطناها كلها لكن يتبقى الاعمدة اللي هي صنعناها in place الاعمدة المميزة المحاضرة اللي فاتت طيب الاعمدة دي بكل بساطة انا عاوز اخليها هي فعلا وصلة لغاية الدور الارضي بس انا عايز اخليها رقبة انا هاختار الامر اللي هو online وحاجي عند منسوب اللي هو اللبشة اللي هو ده اضغط عليه واجي اضغط كده فبصوا العمود بقى رقبة وبدأ من منسوب وجه اللبشة لغاية الدور الارضي طيب نفس الكلام عايز اعمله للاعمدة دي تاني اختار امر online دلوقتي انا عايز اضبط العمود التاني اللي هو in place يبقى ماشي مع واجه اللبشة لغاية الدور الارضي اختار امر online واستهدف اعمل select عليه يعني واجي اضغط على طرف العمود فهتلاقيه رابط طيب بكده نكون انهينا الاعمدة كلها في جميع الادوار احنا مركزين شوية على انشائيا عشان ننشئ المجسم المعماري شوية العناصر الانشائية زي الاعمدة ودرس اليوم هيبقى floor ارضيات خرصانية احنا كده نهينا الاعمدة خالص اللي هي الركاب والاعمدة بتاعت الدور الارضي اللي شرحناها والاعمدة بتاعت الدور الارضي طيب دلوقتي انا عايز اضيف حاجة كمان انا مش عاجبني شكل الخرصانة اللي هي بالشكل ده طيب اول حاجة نعمل safe علشان نحفظ شغلنا تمام كده وعايز اخلي الخرصانة تاتي دي شبه الخرصانة اللي هي بعملها بالالواح اللتظامة كده لو انا خليت النظام ده realistic هفتح هنا ال visual style وهقوله realistic شكل الخرصانة اللي قدامك دي اللي هي الخرصانة اللي بتتعامل بالواح ال counter او البلاويد انا عايز اخلي الخرصانة دي يكون شكلها زي الخرصانة اللي هي البلدي يعني بعمل الواح لتظامة اللي هي التجليد واصب الخرصانة جواها طيب دي حاجة عشان دورتنا متقدمة ومميزة بنشرح فيها حاجات عمرك ما هتلاقيها في كورسات مدفوعة الاجر انا بعد ما عملت select على اي حاجة يعني اي رقبة او عمود او اي شيء بلاقي في البروبرتس هنا شوية بيانات كتيرة عن العمود دا فبيقول لي ان دا مثلا اللوكيشن بتاعه عند الاكسل اللي هو ايه واربعة بيقول لي ان دا بادئ من الدور الارضي والاول بيقول لي vertical وبيقول لي هنا الجزئية الخاصة بالماتيريال الخاصة بالعمود دا دا عمود انشائي صحيح وهنا تقدر تسلحه وكل الكلام دا وهنا ما يخص التسليح بتاع الكفر وكل الكلام دا طيب وهنا بيقول لي التكاعد بتاعه انا عايز اركز على الجزئية دي بقى حتة الماتيريال بالمرة عشان نبقى عملنا finish لكل الاعمدة طيب خلاق الماتيريال اللي هو اخترها لي او اللي في العمود الانشائي اللي انا اضافته دا اللي هي concrete cost in place gray لو كبرنا كده شوية عشان اشوف اسمها بالكامل جري الاسم التاحة دا تمام كده لو ضغطت في الفاضي هيفتح لي متصفح الماتيريال او الخامات الخامة اللي مستخدمة هي دي انا عايز اخلي الخامة دي حقيقية تمام كده طيب اول حاجة ركز بقى معايا شوية في الحتة دي علشان ملتهش مني هضغط كليك كيبين على الماتيريالز دي وحلاقي اختيارات متعددة كده انا اول حاجة هعمل ري نيم عايز اعيد الاسم بتاعه دا باسم يكون سهل لي انا ممكن تعمل دوبليكات وتنشئ مادة جديدة الخامات دي ما كانتش في الكورس بتاعنا ولكن هتبقى حاجة زيادة ان هنشرحها ودي حاجة زي كده كل ما ننشئ موديل هنشوف الماتيريال بتاعته ونظبطها اول حاجة انا عايز اعمل ري نيم الاسم بتاعي دا او بتاع الخامة دي حديها واحد شرطة عشان تبقى اول مادة فوق تمام كده وهتبقى كونكريت ماشي اوكي ولكن انا بقيت الاسم دا مش عايزه تمام الماتيريال بتاعي دي كونكريت عايز اميزها شوية اختار الاسم اللي يعجبك انا اختار اسم انا بقى اعرفه هقول وود تمام كده وهقول شرطة وهقول اتش اختصار لكلمة هورزنتل تمام كده وحدوش انتر المادة دي بقت اول واحدة عشان اخدت رقم كده بس تمام كده يعني كونكريت وود و اتش لحد دلوقتي الموضوع بسيط ولما حضرتك بتبقى في المسكة الافوكي بيبان الاعمدة دي التهشير بتاعها الدياجونال ده تمام كده دلوقتي احنا هنخش حاجة اسمها أبيريانس لما افتح أبيريانس دي بيقول لي انت عشان مشغل نظام فيجوال ستايل الرندر بتاعك بيبقى حقيقي فعشان كده مستخدم الصورة دي الصورة دي لو قفت على الباث ده بيقول لك ده مكان ما موجود في السي طيب انا دلوقتي مش عايز شكل الخرصانة اللي هي الصورة دي او الشكل اللي هو كان اسمه جري قبل ما نعمل رينيم للاسم دلوقتي انا هنا عايز اخلي الخرصانة بتاعتي دي حقيقي شبه الخشب نعمل ايه نغير الصورة دي ما انصحكش لان الصورة دي محطوطة في باث زي ما قلت الباث ده في مكان ثابت علشان لو قعدت تغير مكان الصورة هتلاقي الرندر ده اختفى او ما بقيتش شايف شكل الماتيريال دي حقيقي دي قصة طويلة انا مش عايز اطول عليكم دلوقتي فيه هنا امرين فوق كده امر و امر مهمين جدا الامر الاولاني اسمه replace this asset والامر التاني اسمه duplicate as الامر التاني اسمه duplicate this asset تمام كده طيب انا هضغط على الامر الاولاني اللي اسمه replace انا عايز اعمل replace للصورة دي او الasset اللي هو بيتحط على الجزء المجسم ده فيديني الماتيريال على العنصر هضغط هنا هيفتح لي حاجة تاني اسمها asset browser وبيوريني هنا شكل الماتيريال في الرندر هتبقى حقيقية ازاي انا هختار التصنيف التاني اللي اسمه appearance library هعمل select عليه و هفتح السهم الصغير ده و هدور هنا على حاجة اسمها concrete ضغط عليها فبيقولي ده asset جميل جدا و انا هدور هنا على الasset اللي انا عايزه او الصورة اللي هستخدمه هدور على حاجة تخص الود بس هنا كده هتلاقي حاجة هنا اسمها وود و حاجة اسمها وود لو حابب اغير الasset اللي هو شكله gray ده اللي هو اسمه اهو gray انا عايز الasset اللي هو وود ده يا تضغط double click على الصورة فحتلاقي دي اتغيرت او يا اما هتلاقي سهم كده يمين وشمال اضغط عليه فاشوف ايه اللي هيحصل هنا تمام هو ده اللي انا عايزه لو حضراتكم ملاحظين الصورة تغيرت الصورة اللي نزلت او الasset الجديد اللي انا اخترته من هنا خلاص ده كده ممكن تعمله closed عشان ما اتقلش هتلاقي فيه صورة تغيرت انا عاوي الشكل الخرصانة اللي هي الخشب دي وحلاقي اضاف لي هنا حاجة اسمها bump bump يعني الخشانة بتاعت السطح يعني تحس ان دي خرصانة حقيقية تمام كده هيبقى دلوقتي التعديلات هتجرى او هنعمل التعديلات على الصورتين دولت طيب لحد دلوقتي احنا عملنا rename للمaterial غيرنا الasset بتاعها وتعالوا نضغط على الصورة الاولانية دي ونشوف ايه اللي هيحصل ظهر لنا حاجة هنا اسمها texture editor انت عايز تعدل على الصورة دي بقى ازاي طيب اول حاجة عشان نفهم شوية التعديلات دي لو انت عايز تغير اللون الابيض يبقى اسود والاسود يبقى ابيض هتلاقي حاجة هنا اسمها invert لو ضغطت عليها كده هتلاقي الابيض بقى اسود والاسود بقى ابيض لأ هنرجحها تاني ولكن انا داخل هنا عشان حاجة معينة انا داخل هنا علشان اصبط ابعاد الصورة الحقيقية يعني ايه هلعف في الposition وهلعف في الاسكيل ده هعمل ترابط هنا يعني هضغط على الافل ده وهقول له انا عايز الطول والعرض مثلا اعمل سليكت هنا واكتب من الكيبورد متر وادوس في اي حتة فاصبح متر ومتر تمام كده؟ وحاجة هنا برضو اكتب متر وادوس في اي حتة وادوس هنا متر وادوس في اي حتة لا كده هيعد يتتعبني هفتح القفل ده وقول له بلاش ترابط هخلي متر بس كده وعمل لك ايه اللي انا عملته؟ انا خليت ابعاد الصورة متر في متر فهو ده اللي انا عملته هنا طيب لو انتوا مركزين المتر عبارة عن عشر الواح هو الكلام ده فعلا لو انتوا عديتوا الواح اللي هي اللفظانة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمامية تسع عشر علشان احس ان الخرصانة بتاعتي حقيقية بس كده انا مكتفتش من الصورة دي بعد ما عدلت عليها حاجة هنا اغير الرقم ده اعمل لها روتاشن تسعين تمام كده وهقول done اضغط تاني على الصورة انا بس عايزها كده vertical على فكرة احمد لغبطنا هنا كنا نخليها دي vertical بدل اتش دي ما علينا انا عاوز اعمل روتاشن للصورة تسعين الصورة اللي هي دي وهقول done هرجع تاني هنا لرينيم هقول له معلش بدل اللي هو ده خليها vertical اللي هي اختصار اللي في انتر اعملت رينيم بس طيب انا عدلت الصورة اللي هي شايفة كده عايز اعدل البامب هعدله زي الصورة دي يبقى معناها هخلي دي متر وهخلي دي متر تمام كده ومرتبطين لك وهخلي الزاوية تسعين تمام وهيجي هنا تحت افك كده وهقول له خلي دي متر وخلي دي متر تمام يبقى انا البامبهو اوكي او done فيه حاجة كمان زودها لو عايز تخلي الخشانة 20 وكتافيت على كده وهقول له اوكي شوفوا ايه اللي هيحصل بصوا كده الاعمدة بقى شكلها ازاي لو انتوا فاكرين لو عملت سلكت على العمود ده ولفته كده شوية العمود ده اللي هو 25 للعرض و60 للطول تعالوا كده عدوا كده معي ادي لوح 2 3 4 5 6 6 يبقى انت قدرت تتخلي العمود الخرصانة بتاعته حقيقية وعرفت جزئية مهمة جدا عن الماتيريالز بكده نكون هنا الاعمدة نهائي من حيث كل حاجة ممكن نرجع النظام هنا شدد او هيدل لاين نخففه بالضغط نتوجه له الضر الارضي علشان انفز الدرس التاعي دلوقتي ممكن ابدأ انشئ البلاطات او اللي هي اسمها فلور سواء معمريا او انشائيا لو فدحت السهم المنسادل الخاص بامر فلور بيقول لي عندك فلور معمريا يعني ارضية تقدر تعملها بلاط سراميك رخام خشب ولكن انا هختار فلور استراكشر تمام كده طيب انا عاوز اشتغل في المنسوب اللي اسمه منسوب التأسيس مش هشتغل في الدر الارضي هفتح البيوت وحاجي انا عايز اعمل اللبشة بتاعتي هي برضو بلاطة انشائية او فلور انشائية او ارضية انشائية انا فتحت المنسوب التأسيس هختار امر فلور اختار منها فلور استراكشر لو ضغطت على الامر هلاقي مساحة العمل بقت خفيفة ظهر لي ادوات الرسم وظهر لي option جديد كده لو حابين نفهمه مع بعض واحدة واحدة بيقول لي boundary line يعني الخط اللي هو خاص بالحدود بالبلاطة اللي انت هتنشئها او الارضية تمام كده هو ده اللي انت هتبدأ به وهتستخدم العناصر دي ده في كمان ميزة لو انت عندك حوائط في فعلا حوائط بس احنا عاملين لها اخفاء ولو انت عايز ترسم جزئية من الباوندري ده يكون ارق ما علينا الامر التاني او ال option التاني اللي معه لما بدأنا ننشئ الامر بتاع الفلور بيقول لي سلوب الراوة لو انت عايز تخلي البلاطة دي فيها نيول زي مثلا ارضية حمامات السباحة هتضغط على الامر ده وتعدل ال option هبقى اشرحها في دروس مميزة ومتقدمة بعد كده بيقول لي حاجة اسمها span direction ال span دي حاجة تخص الناس الانشئية الاتجاه بتاع البلاطة بيبقى one way و two way مش عايز اخش في تفاصيل انشئية ولكن انا هكتفي ان انا عامل select على الامر ده ولكن هتوجه الى properties palette علشان اختار بعد ما بدأت الامر الخاص بالفلور هفتح هنا السهم ده فبيقول لي ان الفلور دي عبارة عن family وموفر لي القالب بتاعي شوية الانواع دي انا اختار ال generic العادية دي اللي هي generic 300 بدون اي مواد وبدون اي حاجة معالهاش اي خامات وبيقول لي انت هتنشئها في منسوب التأسيس ومفيش اي offset قاص بانشئها وبيقول لي دي شوية حاجات تخص التسليح بتاعها مش شاغل بالي بيها وهنا هيديني شوية بيانات عن ال dimension بما اني شغال بنمزجة البناء وحبدأ انفز الامر التاعي اختار امر ال line علشان انشئ الفلور بتاعي الخاص بال foundation وبعد كده هنشئ فلور خاصة بالاضوار دلوقتي انا بعد ما اختار امر boundary وال line ده عايز اعمل offset للفلور او الارضية او foundation اي مسمى انت تعرفوه او متعارف عليه في البلاد المختلفة هقول له انا عايز اعمل offset من الاعمدة اللي هي على الاطراف هلاقي حاجة هنا اسمها offset وحاجة اسمها chin اللي هي سلسلة الاتصال ممكن تعمل على ال checkbox ده او انا هقفله كده او هلغي يعني وهقول له انا عايز اعمل offset point 3 وادوس enter واجي ابدأ ارسم الباوندري بتاع الارضية او الفلور عن طريق ال line انا عملت offset 30 لما اجي مثلا اعمل جزئية كده شايفين العمود اهو لو ضغطت كده هو ده ال offset اللي حصل من واجه العمود لغاية ال line اللي برسمه ده هي دي ال 30 سنتي اللي هي ال offset بما ان بما اني هنشئ ارضية تخص الفلور عن جزئية طيب هعمل جزئية كده وخلاص لو كنت مفاعل الاختيار اللي اسمه chin ده عامل على ال checkbox ده صح كده هتلاقي السلسلة متصلة يعني الخط ده متصل لكن انا عايز خط مش متصل وحاجي من وش العمود ده برضو واعمل كده خط فكده اعمل لي offset 30 بعد كده عايز اعمل خط كده من هنا فعملي offset 30 وحاجي من وش ده اعمل خط ف30 برضو بعد كده انا عايز من وجه الاعمدة دي واللبشة بتاعتي انا عارف الحدود بتاعت مشروعي وعارف الاعمدة عايز من وش العمود ده خط فبيعمل offset 30 وبعد كده دي هتتصل بدي طيب هكتفي ان انا رسمت الحدود بتاعت الارضية بتاعتي او اللبشة وهدوس modify وهبدأ اخلي الكلام ده نلحمه مع بعض ونشوف ايلا هيحصل اختار امر من هنا اللي هو اسمه trim extend corner واقول له select ده واعمل select هنا فالاتنين هيتصلوا مع بعض هو ده ال span اللي هو اسمه span direction هو ده اعمل select هنا هيعمل اتصال بين الخطوط اللي انا قعدت ارسمها كده من الاعمدة اللي هي بتعمل offset 30 طيب دلوقتي ده الباوندري الخاص بالفلور امر الفلور بتاعي او اللبشة وانا ممكن استخدم الفلور دي كلبشة طيب لو عايز اعمل في البلاطة دي ميول هاختار الامر ده مثلا وحاجي اضغط كده واسحب كده هتلاقي رسام لسهم كده البلاطة دي هتبقى بالشكل ده ولكن انا مش عايز اعمل كده انا هعمل select واقول له delete انا مش عايز اعمل فيها ميول ولو عايز اغير ال span direction يعني مثلا ال span في الاتجاه ده مثلا كده ممكن اغير ممكن اقول له خلي ال span direction كده اهو اتغير خليه كده دي حاجة تخص الانشائيين خلاص كده يبقى احنا نفزنا كل الاوامر دي ورسمناه بطريقة line عن طريق offset من حدود الاعمدة اللي عطار في العمودة خلينا نروح نقفل بس ده وخلينا نفتح السري دي ونشوف اللي احنا بنعمله ده الحدود برضو اللي رسمناها هنا برضو ظهرت في منسوبة اللي رسمناها في منسوبة تأسيس ظهرت هنا وخلينا نقول له ان البلاطة بتاعتنا دي احنا اخترنا ال generic اللي هي ارتفاحها 300 ميلي اللي هي 30 سنتي يعني وهقول له finish نشوف ايه اللي حصل طيض انشأ لي الكلام ده وما فيش اي وورلنج ولا اي تحذير وبيقول لي اللي انت انشأتها دي تقدر تسلحها تعمل لها reinforcement ولكن خليونا نظبط باقي المنسوب بتاعها بيقول لي انت البلاطة اللي انت انشأتها دي هي موجودة في منسوبة تأسيس طب تعالوا نبص كده من الجانب اه فعلا هي منسوبة موجودة في منسوبة تأسيس منسوبة تأسيسة هون وده الليفلز بتاعي والبلاطة بيبقى وشها ماشي مع الليفلز او المستوى طيب انا مش عايز البلاطة دي تبقى مع منسوبة تأسيس منسوبة تأسيس ده عندي اللي اقصده مجرد الارضية لما عملت الحفر فوصلت للمنسوب ده والجسة بتاعت مهندسين التربة قالوا لي ان المنسوب بتاعك هو ده فانا سويت الارض بعد ما حفرت ومش عايز اللي بشة بتاعتي دي او الفلور دي تكون عند منسوبة تأسيس فبكل بساطة اعمل عليها سيلكت هتلاقي هنا منسوبة تأسيس غيره افتح كده هقول له انا عايزها مع وجه اللي بشة واخرق برا بصوا كده تحركت الموضوع بسيط جدا عاوزها تبقى مع الضور الارضي افتح هنا نمزاجة البناء وقول له انا عايزها في اي منسوب واختار هي كانت في منسوبة تأسيس اخترت منسوبة تأسيس واقول له ابلاي او يام اخرق برا لأ فكزوا معي انا عايزها الوش بتاعها من فوق اللي هو اللي ماشي مع الخط بتاع منسوبة تأسيس ده عايزها تبقى وجه اللي بشة يعني ماشي مع المنسوب ده وانا عامل سيلكت عليها افتح هنا هقول له انا عايزها مع منسوبة وجه اللي بشة حلوة قوي جميل جداً وفعلاً بتحقق لي القفصة اللي أنا عملت وفرضنا العمود ده ده قفصة 50 سطر طيب أنا كده خلصت بس لسه في شوية حاجات عشان ننهي البلاطة دي أو الفلور ده أو اللبشة دي الارتفاع بتاعها أنا عايزه يبقى من منسوب وجه اللبشة لغاية التأسيس طيب الارتفاع ده ده 60 تقريباً أعمل إيه؟ هخلي الثيكنيس بتاع الأرضية دي إزاي 60 ده هنا هيجي بقى دور الإدت طيب هتلاقي هنا 30 سنتيه الثيكنيس يعني بتاحها طب لو عملت عليها سليكت هي مطموصة ومش قادر أعدل فيها هتلاقي إدت هنا هتضغف عليها وتعدل الثيكنيس ده بس خليك فاهم بقى حاجة إن الفاميلي اللي انت استخدمتها دي دي فاميلي سيستم إيه را كده؟ فاميلي سيستم سيستم فاميلي مفيش هنا خاصية لود يعني دي حاجة متوفرة في القالب المعماري ده ما تقدرش تعدل عليها جاية مع القالب لو أنتوا فاكرين اللي أنا قلته في المحاضرات بتاعة الريفت الأولانية الأولى والتانية اللي هي السريعة ودي التالتة الفاميلي بيبقوا ثلاثة أنواع فاميلي سيستم زي الحوائط والأرضيات زي كده وفاميلي لوديبول فاميلي اللي هي فاميلي زي الأبواب والشبابيك تقدر تجيب باب وتدخلوا مشروع وتشتغل بيه أو تنشئ باب على مزاجك والفاميلي التالتة اللي شرحناها في الدرس السابق اللي هي in place طيب الفاميلي الخاصة بالفلور دلوقتي أنا عايز أخلي السيكنس ده عايزه يبقى ستين هعمل ايه هضغف على edit وأعدل على ايه ثلاثين هي هنا أعدلها طيب حقفل تاني أنا مش عايز أخسر النوع اللي اسمه generic 300 ده اعمل duplicate دوبليكيت يعني هتاخد نسخة من ال generic ده نسخة ليك وتسميها الاسم اللي يعجبك وليكن أنا هسميها if اختصار لfoundation بتساوي أنا هقول له هتبقى ستين سنتيمتر خلاص كده او هقول مثلا floor floor foundation fu بس كده يبقى floor foundation ستين سنتيمتر خلاص كده انا انشأت نوع خاص بيه خش بقى الايدة وعدل انا عايز اخليها ستين طيب حتضف لها material بالمرة اه نضف لها material بالمرة واحنا هنا انا عايز اضف لها نفس الماتيريال بتاعة الاعمدة لو فتحت هنا هيفتح للمتصفح بتاعي واقف على الماتيريال اللي انا عدلت عليها وانشأتها طيب حلو قوي هعمل select عليها هتأكد وهقول له اوكي يبقى انا اضفت الماتيريال اللي سمتها concrete wood vertical وهقول له اوكي وهقول له اوكي بصوا كده ايه اللي حصل الثيكنس اتغير بقى ستين اللي هي بناء على الاسم ده وانا فعلا عاوز الاساسات بتاعتي كده او الفلور بتاعتي الاساس كده اللي هي من منسوب وجه اللبشة لغاية منسوب التأسيس حرك كده يبقى انا كده فعلا عملت بتاعي خلي النظام هنا يبقى انا الخرصانات بتاعتي شكلها كده حقيقي جدا وانا مستريح نفسي طيب تعالوا نظهر شوية عناصر احنا كنا عملنا لها اخفاء خلينا نشوف وقت الدرس الاول ماشي طيب لو انتوا فاكرين احنا خلصنا الحوائط لو عايز اظهر الحوائط اعمل ايه حتى هتوجه الى graphics هلاقي visual graphics او يا اما هتلاقيه تحت لمبة كده لو ضغفت على اللمبة دي بيقول لي انت في نظام كده اسمه reveal hidden element لو حضرتك عملت select على الحوائط select كده هتلاقي هنا لمبة كده قوله unhaired category يعني اظهر لي الشيء اللي هو مخفي ده وقوله close خرجني من النظام اللي هو الفوشيا ده يبقى انت اظهرت العناصر بتاعتك لو انتوا مركزين احنا انشأنا الاعمدة وشوية المباني دي وانشأنا كمان اللبشة الخاصة دي الفوينديشن درس اليوم هو البلاطات الفلور فانا استغلت ان الدرس ممكن اعمل بالفلور دي فوينديشن زي كده طيب تعالوا كده منسوب التأسيس ده خلاص انا كتفيت مش عايزه واعلمتكم ازاي تعملوا material حقيقية زي كده لو عايز تلغي الage يعني مش عايز تشوف الحروف السودة دي تضربارده في visual style بس دي حاجة سابقة الاولى لو انتوا مركزين حتلاقوا المبنى بتاعنا كأنه متعلق لا هو مش متعلق هو احنا لسه ما عملناش فلور زي دي للدور الارضي طيب تعالوا نروح الدور الارضي معلش الدرس ايطال شوية بيقول لي الفوينديشن اهو ابتدى هنا يظهر هنا طب ليه ظهر هنا اقول لكم علشان في هنا حاجة خلينا نقف للحاجات الزيادة في حاجة هنا اسمها underlay underlay يعني وانا واقف في المسكة الافجي للدور الارضي او الليفل اللي اسمه الدور الارضي انا شايف الجزئية اللي تحتي فانا بيقول لي منسوب الشارع انت شايف الكلام ده ممكن تقول له هنا نعم اخرج بره هتلاقي اختفت لو انت مش عايز تشوف الفوينديشن اللي انت انشأته ده لكن انا ممكن ارجعه تاني اقول له مفيش مشاكل خليني اشوف الانظر ليه بتاعي لحد منسوب التأسيس اهو فوريني اللبشة دي حدود اللبشة كده مفيش اي مشاكل عناصر الاخفاء والازهار والتعديلات زي مثلا احنا شايفين التهشير بتاع الحوائط هنجي بعد كده نلغي ما تقلوش فكده ابتدى الموديل بتاع المعماري يظهر كده شوية وشوية العناصر الانشائية زي المباني والاعمدة والفوينديشن طيب زي ما قلنا انا مش عايز اشوف دلوقتي وليكن اللبشة وعايز انشئ البلاطة الخاصة بالدور الارضي او الفلور الخاصة بالدور الارضي سريعا هتوجه لبان البلد هختار امر هنا فلور هضغط على السهم المتسادل يعني واختار اللي هي عشان اسهل على الراجل الانشائي بعدين ممكن تنشئها براحتك ومعماري لكن انا زي ما قلت لك هنشرح كل حاجة بتوضيح هختار وبقية الفلور دي بسيطة جدا اللي عايز يفهمها يبعتلي دي لو انت عايز تعمل مسلا شكل مجسم عن طريق ماس وبعد كده تحول الكتلة اللي انت انشأتها دي لفلور اللي هي فلور باي فيس وبعد كده لو انت عايز تعمل فلور او بلاطة خرصانية يكون لها اج زي مثلا البلاطة الخاصة بالروفس لو عايز تعمل اج ويكون زي كمرة مقلوبة يعني او اج يبنع مثلا التصرب او حاجات زي كده في العزل تقدر تعملها كده ولو حد عايز يفهم الموضوع ده انا تحت امره يبعتلي في الجروب وانا ما بتأخرش عن اي حد اول ما بشوف الطلبات طيب هاختار الامر اللي اسمه فلور استراكشر فهيجيب لي اخر بلاطة اللي هي دي وهلاقي النوع بتاعي اللي انا انشأته اهو سميته فين هتلاقوه هنا اللي هو سميته فلور ده انا هاختاره تمام كده فكده هينشألي البلاطة اللي هي الثيكنس بتاعها ستين اللي انا استخدمتها في الفوينديشن طيب انا مش عايز اخلي الثيكنس بتاعها ستين هعمل ايه هتخل الادت طيب وهقول له اعملي دوبليكيت من النوع اللي انا انشأته دوبليكيت وهسميه فلور وهنعدل شوية في الاسم بتاعها هنقول له بلاج دي خليها دليت خلينا نقول فرست او نقول جراوند جراوند فلور ما عليش لو الكلمة غلط انا نظري بقى ضعيف جراوند فلور انا هقول له الثيكنس بتاعها دي هتبقى هتبقى بلاطة خرصانية او فلور خلينا نعتبر ان الثيكنس بتاعها خمسة وعشرين سانتي ونشير رقم اتنين ده ونقول له اوكي يبقى انا عملت دوبليكيت من دوبليكيت من البلاطة بتاعتي ده طيب انا بما اني خليت الاسم بتاعها سهل ليا هقول له ادت وهقول له انا عايزها هنا خمسة وعشرين وهقول له اوكي يبقى انا خليت بتاعها حقيقي خمسة وعشرين واسمها كده اخد بالك اللي انت انشأتها موجودة هنا برضو تمام طيب لو رجعت تاني الادت بما انك خدت دوبليكيت هي كده هتاخد نفس الماتيريالز ما تقلقش اقول له اوكي وقول له اوكي كده انت جاهز ان انت تنشي البلاطة بتاعتك ترسمها بقى زي ما رسمناها تحت ان هي برزة عن الاعمدة اللي عطار في التلاتين دلوقتي ممكن امشي بكزا اوبشن هنا عندي اوبشن ما يخص بيكول يعني تبك على الول هتعالوا نجربوا اختاروا كده ومش هعمل افسد هبك على الول ده مثلا بصوا كده انشأ هالي بالزبط يعني ده اللي سبان بتاع هعمل سلكت كده هبك على الول ودي طريقة صحيحة جدا وهقول له كده امشي كده وامشي مع الجزئية دي انا ببك على الول وده اكثر احترافا عشان تبقوا عارفين كده وهنا برضو الضلع ده لو انتو حضراتكم مركزين انا خلصت ما فيش اي حاجة الموضوع بسيط جدا البلاطة الخاصة بالدور الارضي او الفلور او ايا كان الامر بتاعي ده هنا مكموس عشان عايزك تعدل خلينا نروح لالاديت هنا انت انشأتها هتبقى في الدور الارضي ما فيش اي افزت انا عادي الثيكنز بتاعها فلات سلاب خمسة وعشرين سنتيم وهعمل فنش هنهي الامر مش هلعف حاجة تخص الاسلوب الميول ولا اسبان داريكشن الاسبان داريكشن هنا لو عايز اغيره حول اسبان داريكشن اختار الامر واجه اعمل سلكت هنا فالاسبان داريكشن لو عايز اغيره دي حاجة تخص الراجل الانشاء طيب الجزئية دي ممكن حد يجي يقول لي تمانت يا باش مهندس ممكن تخلي ده يمتد كده واتميل الجزئية الخمسة واربعين دي انا افضل ان اخلي الجزئية دي لوحدها ولو انت عايز تدخلها معاك بكل بساطة اعمل سلكت على الضلع ده مسلا وسحبه كده وسحبه او غير فيه يعني ممكن اعمل سلكت عليه واقول دي ليت واعدل اخلي البلطة ماشية كده اعمل لها دي ليت اول مرة الموضوع بسيط جدا بركز معايا انا البلطة اللي هنشئها او الفلور دي خدت حدود المباني اللي انا انشأتها قبل كده انا الحتة بتاعة السلم الخارجي دي بحبه اعملها لوحدها او لو انت عايز تخليها متصلة ممكن اختاره هو الامر بتاع اللاين عشان مافيش ماعنديش واقول مثلا مثلا انا عايز البلطة تمشي من هنا لغاية هنا لغاية الحد ده مثلا او طول شوية كده وخلي البلطة تيجي كده مثلا واتطول كده شوية وعايز الجزئية دي من الركن ده او من الكورنال ده لغاية الكورنال ده نماشي بمعين الكورنال الداخلي خلي كده واعدل الكلام ده افتح بث الثن لو انت مش شايف خلي الكلام ده واحد لمية بصوا كده دلوقتي انت لو عملت فنش هو مش هيبال يفنش البلطة دي لان في حاجة مهمة لازم تبقى فاهم عشان تنشئ الفلور دي ان البويند الراين ده لازم يبقى متصل كله ببعضه يعني ايه يعني مينفعش يبقى في خط زيادة كده فانا اختار امر التعديل هقول له ده مع ده وهقول له ده مع ده وهقول له ده مع ده بس كده في حاجة انا مش مرتح لها الحوض كده علشان يعني مثلا لو قلت كده مثلا لو قلت له ده مع ده لو انت مركزين بصوا كده البلاطة مش مظبوطة مع الحوض علشان كده دي خليها لوحدة انا اعمل سلكت تاني واعمل الكلام ده اعمله دليت وهقول له الجزئية دي سلكت ودليت لان لو الخط تكرر مش هيقبل يفنشها هقول له بكلي على الحائل ده وبكلي على الحائل ده وهتأكد انهم متصلين ببعض ده مع ده وده مع ده تعالوا بقى ننهي البلاطة بتاعتنا احنا رسلنا الباوندري واخترنا الطيب ده بناء على الفاميلي اللي انشأناها قبل كده ولو عايز تعمل في البلاطة دي فراق وليكن هعمل ريكتانجل كده الجزئية دي كده هتبقى فاضية طالما الباوندري داخل باوندري كبير يبقى الجزئية دي فاضية لكن الطريقة دي غلط ليه؟ لان انت تعلمت بعض اوامر اسمها opening في دروس سابقة عشان تفتح في البلاطة دي منور او قصنصير لازم تستخدم opening خلينا نقول finish هننهي البلاطة كده احنا انشأنا البلاطة بطريقة صحيحة مفيش اي وورلنج مفيش اي تحذير تعالوا نروح نتفرج على السري دي ونشوف البلاطة اللي احنا انشأناها بصوا كده البلاطة اهي بتاعة الدور الارضي بس عشان احنا عاملين تنشيط عليها فلونها احمر اهي بصوا كده انشأنا البلاطة او الفلور بتاعة الدور الارضي ولو حضراتكم مركزين هتلاقيت خدت نفس الماتيريال اللي هي بتاعة العمود اللي هي اسمها انا سمتها concrete wood vertical طيب انا في حاجة مش عجباني انا مش عايز انا تاخد نفس الماتيريال بتاعة العمود عايز الماتيريال تبقى هورزنتل هعمل ايه؟ هستعبط او هتحايل على الربت تركزوا بقى معايا في الحتة دي انا لما عمي تسليكت على البلاطة دي اللي انا انشأتها او الفلور تعالوا افتحوا شوية حاجات هنا الماتيريال وكل الكلام ده هنا ما تقدرش ايه؟ تعدل في الماتيريال بتاعتها لان دي اصلا لازم تفتح الادت طيب دي وهتلاقي الماتيريال هنا الماتيريال اهيه مطموصة عشان محتاج تخش ادت وتعدل هنا طيب جميل جدا انا هقفل كل ده وهقول له انا عايز انا عايز انشئ مادة او خامة ما تكونش زي دي انا مستخدم الماتيريال اللي هي دي vertical انا عايز واحدة هورزنتل هستخدمها للبلاطات هروح المتصفح الخاص بالمواد اللي هو اختصاره انا حطه هنا اسمه materials او هتلاقيه في manage تقريبا اهو materials افتحها هتلاقي الخامة اللي انت انشأتها اللي استخدمناه في اول المحاضرة اللي اعمل ده ركز بقى معايا في اخر حتة دي عشان ننهي محاضرتنا على خير وتبقى عرفت كل حاجة عن الفلور وكمان جزئية تخص الخامة هضغط كليك يمين وهختار المرادي الامر اللي اسمه duplicate duplicate راح خلي نسخة منها وراح نفس الاسم وراح اضاف واحد عشان ما ينفعش يبقى فيه حاجتين نفس الاسم طيب انا هعدل الاسم على مزاج انا هخلي الكلام ده اتنين وهقول له المرادي انا مش عايزها vertical خليها horizontal واقول له enter وكده انا انشأت مادة تانية واحدة vertical واحدة horizontal وبعدين هروح ال appearance المرادي مش عامل اي تعديل هنا ولكن شايفين بقى الامر التاني اللي اسمه duplicate this asset لازم تضغط ضغط هنا عشان هنا يبقى zero ليه ضغطت هنا علشان اي تعديل هتعمله هنا حيلغبط اللي هي دي ركزوا معايا احنا دي انشأناها او عدلنا عليها اللي اسمها wood vertical لما خدت منها duplicate وسمته horizontal الامر اللي هو ده اللي هو duplicate this asset لو ما ضغطتش عليه كنت هتلاقي هنا قيمة بواحد فكان هيلغبط بين المادتين فدلوقتي انا عايز دي horizontal يعني اي تعديل هعمله عن horizontal مش هيتأثر به اللي اسمه vertical تمام كده؟ طيب انا عايز اخلي ال asset بتاعي المرادي horizontal مش vertical هضغط هنا وحقول له من فضلك rotation ده شيلو رجحها لي كده وهقول له done ادخل على الصورة بتاعت وكنا عاملين rotation كده لا رجعوا كده ب zero وقول له done بما ان دي بقت horizontal وحقول له اوكي بكل بساطة طيب ايه فايدة الخامة اللي انت انشأتها دي؟ هعمل select هنا واخش ال edit type واخش ال edit وحقول له material الخاصة بالبلاطة دي انا مش عايزها vertical انا عايزها اللي هي اسمها horizontal وحقول له اوكي ظهرت هنا وحقول له اوكي وحقول له اوكي اللي انت عملته تعال كده ركز بصوا كده هو ده الشكل اللي انا عايزه للخرصانة الخاصة بالبلاطات لو انتو مركزين العمود طالع كده بتاع الرقبة وفعلا فوقيه بلاطة thickness بتاحها 25 سنتي ادي لوح عشرة ودي لوح عشرة ودي لوح نص تخانة ده شكل الخاصانة اللي رايحني نفسي ممكن اعمل select على البلاطة اللي انشأتها للفاونديشن اللي هي سمتها كده واقول له edit واقول له edit واقول له انا مش عايز الخامة بتاعتها اللي هي vertical بتاعت الاعمدة هقول له خليها اللي هي الهورزنتل اوكي يبقى انت محاضرتك مربوطة ببعضها من اول ما بدأناها بصوا كده احنا عملنا اللبشة او الفلور دي 60 سنتي بصوا كده شكل الخاصانة 60 سنتي يعني دولة لازم يبقوا 6 الواح ادي لوح اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة بكده نكون عارفنا انشاء البلاطات ونهينا الاعمدة خالص في المجسم بتاعنا يتبقى جزئية صغيرة هي جزئية تداخل المباني مع الخرصمات الجزئية دي هنعالجها عن طريق الاداء اللي شرحناها قبل كده لو فاكرين لو دخلنا الادت انس هتلاقوا اداء انا ستبطها اللي اسمها join all element او هشرحها بالطريقتين في دروس بعد كده هشرح ازاي اعالج التداخل ده بكل سهولة لما اختار الاداء دي ارجعوا للقناة هتلاقوا الاداء دي انا مصطبها واللي عايز يحصل عليها يبعتلي في الجروب وهشرح الجزئية برضو بتاعت اللي هي join all element يعني تداخل العناصر دي مع بعضها بطريقة يدوية طيب في عنصر كده مختفي برضو لو حضراتكم فتحته هنا هتلاقوا الشبابيك مختفية طبعا الدنيا تقيلة شوية علشان خاطر انا شغال بسجل وعلشان خليت النظام هنا الفيجوال بتاعه ورياليستيك بيسألني اعمل سيف ماشي هعمل select برضو على الشبابيك select واقول له unhaired category يعني اظهرها واخرج من المود ده اعمل close هتلاقوا المجسم بتاعكم ابتدى يظهر وبقى شكله كويس ولو عايزين تعرفوا انت في الجزء الاول اللي هو انشاء المجسم المعماري انت هتوصل لايه خليني افتح اللو ستوديو ودورة الريفت المميزة وافتح هنا ونبص مع بعض على الصورة الدروس السابقة اللي احنا طبقناها وبنطبق على مشروع الفيلا بتاعنا انت حضرتك محتاج توصل لانشاء العناصر الخرصانية وشكل الطوب الحقيقي وبعد كده التشريب بتاعك هيبقى مادة dry mass باي لون او اللون المطلوب انا اخترت اللون النيبيتي وبعد كده هيكون التصميم بتاعك او الفينيش او التشريب الخارجي النظام او التراز الكلاسيكي دي كانت فكرة مجرد درفت لبعض الاعمدة وبعض الحشخان وشكل الفريمات على الشبابيك وحاجة بسيطة كده انت هتوصل في الجزء الاول من الدورة بتاعتك اللي هي انشاء المجسم المعماري لغاية كده او احسن مني كمان دي الفكرة بتاعت الحاقط اللي هو الكيرف ممكن تعملها طوب زجاجي تستفاد انه يدخل نور بس وممكن تعمل افكار كتيرة الشبابيك هيبقى عليها شغل فورفور جي وفريمات بمادة المصيص او المونة الاسمنتية او مادة الجي ارسي وبعد كده التشريبات بالدهانات ده اللي انت هتوصله في الجزء الاول من دورتك انك تنشئ مجسم معماري التشريب الخارجي التراز الكلاسيكي بكده اكون نهاية المحاضرة الطويلة واسف لو كنت طولت على حضراتكم بس كنت عايز اقفل الفلور مرة واحدة وما يبقاش ليها اي ديول وكذلك الاعمدة كنت عايز انهيها اشكركم لمتابعتكم والى اللقاء في الدرس القادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته